بكل تأكيد كلنا كنا بنتابع مبارح القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية اللي وقدت فيه الرياض وما نتج عن هذه القمة إجماع من قادة الدول اللي كانوا حاضرين هذه القمة بالأمس على مجموعة من الأمور غاية في الأهمية وهي ما تؤكد أن الرؤية المصرية منذ اللحظة الأولى من تاريخ 7 أكتوبر كانت رؤية صائبة مصر كانت بتؤكد منذ البداية على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وبشكل يكفي احتياجات القطاع وأعتقد ده كان واضح من استفاف الشاحنات أمام معبر رفح في انتظار اللحظة اللي هتم الإعلام فيها عن دخول هذه الشاحنات وبالفعل وما زال جسر الشاحنات متواصل من مصر وأيضا من الدول التي أرادت المشاركة في هذا الأمر وده كان واضح من البيان الختامي بالأمس اللي صدر يؤكد أن فيه موقف موحد عبره عنه في ختام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية واللي عقدت بالأمس في الرياض حيانا القمة اللي شارك فيها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي صدر عنها 31 قرار وكانوا هم دول مخرجات هذه القمة من بين هذه المخرجات إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية اللي بترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أيضا أعربوا عن رفضهم لتوصيف هذه الحرب الانتقامية بأنها الدفاع عن النفس أو تبررها تحت أي ذريعة وطلبوا أيضا مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرد وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال اللي بتنتهك القانون الدولي وقانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية كمان من ضمن القرارات إدانة التهجير لحوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوب ويعتبرها طبعا جريمة حرب وفق اتفاقية جينيف الرابعة وكمان دعا القادة جميع المنظمات الأممية للتصدي لمحاولات تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللا إنساني وضرورة وقف نزوح الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب في الواقع كمان قادة الدول العربية والإسلامية دعوا في البيان الختامي مبارح لكسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل لمساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية تواقمها وتمكنها من القيام بدورها بشكل كامل وده اللي أكدت مصر عليه أكتر من مرة ودرورة إدخال مساعدات تلبي كل احتياجات أهلين في قطاع غزة والحقيقة مش بس مصر أكدت مصر عملت بشكل دقوب ومستمر على إدخال هذه المساعدات استخدمت كل أدواتها الدبلوماسية عشان تقدر أن هي بالفعل توصل هذه المساعدات لأهلين في قطاع غزة وإمكان تبعنا كل ده على مدار الأيام اللي فاتت ومصر أيضا مستمرة في إصرارها والتعامل بأدواتها كل أدواتها الدبلوماسية عشان حتى استمرار إدخال هذه المساعدات لقطاع غزة كمان مصر أكدت أمس من خلال حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وكمان أشار سيادته أنه سياسة العقاب الجماعي مرفوضة ولا حتى تقبل تحت ذريعة الدفاع على النفس لأنها تخطط حتى فكرة الدفاع على النفس وأشار سيادته أن هذه الممارسات اللا إنسانية يعني تعود بنا إلى العصور الوسطى حيث ما يحدث في قطاع غزة مرة أخرى نابعنا أكتر من حوالي 35 أو 36 يوم المشاهد مستمرة في التصعيد القصف مازال مستمر في التصعيد المشاهد كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله بتبقى أصعب من اليوم اللي قبله لو تبعنا ما حدث أمس في مستشفى الشفاء مهزلة بكل المقييس مجزرة بكل المقييس أنه جيش يحاصر مستشفى فيها بس في الحضانات 39 راضيع والمستشفى تحذر أنه لو استمر هذا الحصار ومع عدم وصول الوقود هيموتوا أطفال رضع 39 طفل هيموتوا وفعلاً ده حصلت 39 طفل توفوا أنا مش عارفة يعني أعتقد يا شازلي مشاهد في غاية الصعوبة حتى لو تحت ذريعة أنه هم متأكدين أنه في أنفاق تحت مستشفى الشفاء كعادة الأخبار اللي نسمعها على مدار الأيام اللي فاتت وفي الآخر لا في أي إثبات أنه بالفعل في أنفاق تحت المستشفيات ولا حتى بيكون فيه إدانة أو عقاب إن ما لقناش أنفاق تحت المستشفيات زي بردو ما بيحصل على مدار الأيام اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر